اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الراي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بابرز العناوين لجنة حكومية لتبيان اسباب الزيادات السعرية الجنونية تفاعلا مع تقرير الراي تحرك رسمي يطوي ملفا مهجورا لربع قرن هذه الاسئلة ان شاء الله يعني راح نفصحها في حينها اسئلة برلمانية سرية لكشف مخالفات الجهات التعليمية الكويت تنعي صاحب المسيرة البرلمانية والشعرية المشاريع الصغيرة اعمال تنموية وابداعات شبابية نداءات لراتب اغسطس الى متى الانتظار وفي النشرة اذا اردت الفوز فعليك تناول الموز بناء على اهتمام وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمتابعة ما اثير حول الارتفاع الذي تشهده اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية كلف مجلس الوزراء باجتماعه لجنة الخدمات العامة بدراسة اسباب الارتفاع تمهيدا لاتخاذ كافة التدابير اللازمة الكفيلة بضمان السعر العادل للمواد الغذائية الاساسية التي يحتاجها المواطن كما اكد المجلس على ضرورة تنفيذ الاجراءات والتدابير الموضحة بالمذكرة التي رفعتها وزارة المالية الى مجلس الامة بتصوراتها حول تنويع مصادر الدخل والمعروضة على جدول اعمال مجلس الامة لما لها من العكاس ايجابي على المالية العامة والاقتصاد المحلي من جهة اخرى وافق مجلس الوزراء على تعيين خالد حسن الكندري نائبا لرئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في تجاوب سريع من وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى وعقب بث تلفزيون الرأي تقريرا حول مدارس الوفرة المهجورة والتي لم يتم تعديل اوضاعها بعد الغزو العراقي الغاشم اي لاكثر من 25 عاما وجه الوزير العيسى بازالة المدارس والبالغ عددها خمس مدارس وطلب الوزير من الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط خالد رشيد ازالة مدارس منطقة الوفرة السكنية والتي كانت تعمل قبل الاحتلال العراقي الغاشم وهجرت هذه المباني في اعقاب التحرير نظرا لتدمير بعضها بالكامل وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط السيد خالد الرشيد هل لك ان تضلعنا سيد خالد على مضمون كتاب وزير التربية الموجه لحضرتكم نعم هو الكتاب موجه من معالي يؤكد حرص معالي على ان يكون هناك استغلال امثل المرافق والمواقع المدرسية في وزارة التربية وكتاب الازالة الذي اصدره معالي قوبل بخيارات عدة تحقق مبدع الازالة ومنها ان يتم طرح هذه المواقع بعد ازالتها على القطاع الخاص لتقديم مطرحات ورؤى لتعليم نوعي متميز غير موجود في التعليم العام وبالخصوص مدارس داخلية طيب دكتور خالد متى سيتم التحرك لازالة المدارس وتلفيذ قرار وزير التربية هو عملية الازالة ستكون ضمن اجراءات المزايدة التي هي مرتبطة مع قواعد العمل التي وضعتها وزارة المالية في هذا الموضوع وعليه احن في مراحل اخيرة من اخذ الموافقات وزارة المالية للمساندات في طرح هذه المواقع للمستثمر الاجنبي والتي تبدأ بازالة المواقع الحالية تحقيقا لطلب معالي الوزير طيب دكتور ما سبب تأخر الوزارة لغاية الآن بعد 25 سنة في ازالة هذه المدارس حقيقة هو الاسباب هي كان اختلاف في الرؤية باستغلال هذه المواقع هناك من كان يرى ان يتم ازالتها واعادة بنائها هناك من كان يرى فقط ازالتها هناك من كان يرى توفير الحراسة لها واعادة استغلالها مرة اخرى لاحتياجات منطقة الوفرة وكل هذه البدائل كانت موجودة على الطاولة وكان الاسلم والافضل لعدم حاجتنا لهذه المدارس بهذه المنطقة لاسيمة وان الهيئة العامة الرأي سكنية قد وفرت مدارس للمناطق والسكنات التي تم توزيحها في تلك المنطقة وعليه تم الاستقرار على رأي الاستمرار وضرح هذه المدارس الخمسة على القطاع الخاص ضمن آلية المزايدة بالتعاون مع وزارة المالية نعم الوكيل المساعد للمشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد شكرا جزيلا لك في مجلس الامة اكدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية التزام الحياة والموضوعية بشأن تحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقال رئيس اللجنة البرلمانية أن ابعود الارواعي أن اللجنة وجهت العديد من الأسئلة المرتبطة بعمل التحقيق وبانتظار الردود عليها لتقرر الإجراءات الثالية مضيفا أن وزير التربية ووزير التعليم العالي بدر العيسى مسؤول سياسيا أمام النواب إن لم يتصدى للخلل اليوم الاجتماع ناقشنا فيه بالفعل ما هو موجود من إجراءات وأيضا من موارسة وتطبيق في الابتعاث في جامعة الكويت وتم توجيه الأسئلة وهذه الأسئلة إن شاء الله يعني راح نفصحها في حينها حكم أن اللجنة تعتبر لجنة سرية وزير التربية ووزير التعليم العالي مسؤوليته السياسية تجاه هذا الأمر هي مسؤولية واضحة وأيضا مستحقة إن لم يتم العمل وأيضا التصدي ومعالجة ما يتم الانتهاء منه في هذه اللجنة ولا نشك بأن الكل حريص سواء من حضر اليوم من الأخوة في جامعة الكويت أو حتى الأخوة في التعليم التطبيغي في العمل على تصحيح هذه الأمور ولكن لم نرى أي مبادرة وأي تصحيح فعلي لهذه الأمور وبالتالي نحن مضطرين أن يكون عندنا تفعيل الأدوات الدستورية الخاصة بكل ما يلزم في هذا الأمر فقدت الكويت النائب السابق بمجلس الأمة فلاح مبارك الحجرف عن عمر يناهز 93 عام حيث مثل الفقيد الشعب الكويتي في البرلمان عبر ستة فصول تشريعية في مسيرة تفان وعطاء امتدت نحو 23 عام وشغل السياسي والشاعر الراحل عضوية المجالس البرلمانية في مجلس الأمة عام 1963 إلى 1985 إلى جانب دوره الاجتماعي سيما في تأسيس جمعية الجهراء التعاونية ونادي الشهيد الرياضي والمعروف حاليا بنادي الجهراء وقد نعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النائب السابق فلاح الحجرف قائلا في برقية تعزية بعث بها لذوي الراحل أن صفحة أخرى طويت من تاريخ البرلمانيين المخضرمين الذين حملوا أمانة تمثيل الأمة فأحسنوا حمل الأمانة برحيل العام فلاح الحجرف وأضاف الغانم أن الفقيد كان عبر ستة فصول تشريعية مثالا للسياسي الخلوق والبرلماني الذي يجمع ولا يفرق ويضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وعزى الرئيس الغانم أهل الكويت جميعا برحيل الحجرف داعيا المولى العزيز أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان تعقد دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد لدعيج غدا الثلاثاء جلستها السابعة لاستكمال محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق ليقدم محام دفاع المتهمين مرافعتهم أمام هيئة المحكمة وشهدت الجلسة الماضية التي عقدت الثلاثاء الماضي مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني فيما قررت المحكمة تعديل قيد وصف الاتهام الموجه للمتهمين الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أعلنت عن توقيع العقد الاستشاري الخاص بشبكة السكك الحديدية في الكويت استكمالا لأعمال دراسة الجدوى وقال المدير العام للهيئة عادل الرومي على هامش توقيع العقد إن شبكة السكك الحديدية تمتد عبر أراضي الكويت بكاملها وترتبط بالمملكة العربية السعودية وأيضا شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما قامت بعض الجهات الحكومية بإداع راتب شهر أغسطس في حسابات موظفيها ما زال السواد الأعظم ينتظر رؤية هلال الراتب كما غرد البعض على مواقع التواصل التي عجت بالهاشتاغات والتغريدات المتعطشة لإداع الراتب بعد انقطاع دام أكثر من خمسة وأربعين يوما لا سيما وأن القطاعين العام والخاص قام بصرف رواتب شهر يوليو الماضي قبل عيد الفطر وقبل موعدها المعتاد بنحو عشرة أيام مما أطال الفترة الزمنية الفاصلة بين راتبي يوليو وأغسطس المشاريع الصغيرة أصبحت هدف الشباب سيما مع الدعوات المنادية بالتوجه نحو القطاع الخاص في زيادة الدخل العائلي وتنويع مصادر الدخل الحكومي تقرير ابتسام رمال الدخول إلى عالم المال والأعمال من بوابة المشاريع الصغيرة أصبح الملاذ الآمن للشباب وخاصة لفئة نون النسوة أسماء بغايثة والتي نجحت بفضل تجربتها من خلال تعليم المهارات للأطفال تؤكد تعزيز ثقتها بنفسها بسبب مشروعها هو مجهود فردي هي مؤسسة فردية ابتدت مني أنا وإن شاء الله راح تنطلق إلى الدولة وأول خطوة أعطونيها الدولة اللي هو توفير للمكان وتجهيز للمكان هذا اللي أنا فيه وإن شاء الله هذا الانطلاق الأولى طالما أنه في رسالة وفيها استثمار وفيها إيجابية أتمنى أن الدولة تدعم جميع المشاريع اللي تكون فيها بناء للمجتمع أما المراقبون الاقتصاديون لواقع الشباب وابتكاراتهم يؤكدون أن الدولة تدفع الشباب للتوجه نحو هذه المشاريع الصغيرة أنا ما أعتقد أنه مدعوم هو الآن جاي تلبية لحاجات المرحلة يعني إحنا في المثل المعروف اللي هو الحاجة أم الاختراع اليوم شبابنا واقع 20 ألف شاب كويتي خريج عاطلين على العمل عندنا بالآلاف ما يسمى البطالة المقنعة الدولة كانت في السابق توفر أشياء معينة من سكن من تعليم من تطبيب من فرص الآن هذه الفرص غير متوفرة فالشب اليوم فعلا بدأ يشوف حواليه في تجارب بدأت جيدة انجحوا فيها الشباب كمشاريع صغيرة كمبادرين تبنوها الشباب وانجحوا في حقه فيها نجاحات كبيرة اليوم مواقع التواصل الاجتماعي توفر أدوات تسويقية وما هو مدعوم بمعنى الدعم الحقيقي لكن الدولة قاعدة تدفع بهذا التجاه مثلا صندوق المشروعات الصغيرة تأسس ميزانيته محجوز لثنين مليار دينار كويتي نحن قاعد تكلم سبع مليار دولار مبالغ ضخمة جدا للمشاريع هذه اليوم على مستوى حتى الشب اليوم يطلع ترخيص صارت الاجراءات جدا يعني ميسرة وسهلة وسلسة صارت سريعة صار ما يحتاج إلى الدورة المستندية هذا ويؤكد الخبراء أن وضع الكويت من ناحية التنافسية الاقتصادية قد تحسن بسبب الابتكار ابتسام رمال أرعي أعلن محتجون لبنانيون أنهم أرجعوا مظاهرة كان من المقرر تنظيمها اليوم بعد أن شهدت احتجاجات أمس اشتباكات مع قوات الأمن في بيروت وكانت قوى الأمن الداخلي أخلت أمس بمؤزرة الجيش اللبناني ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت كليا من المعتصمين وأوقفت عددا من مثير الشغب وحطم مجهولون ليل الأحد واجهات محال تجارية وألقوا قنابل حارقة على القوى الأمنية اللبنانية المنتشرة في محيط مقر الحكومة اللبنانية أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 47 حالة إصابة في مدينة الرياض وحالة واحدة في كل من مدينتين جران وأبهى جنوب المملكة وأوضحت الوزارة أن 16 حالة سجلت في مستشفيات وزارة الصحة و33 حالة في القطاعات الصحية الأخرى خلال الفترة من 16 إلى 22 من أغسطس الحالي أعلن ناشطون سوريون أن تنظيم داعش فجر أمس الأحد معبد بعلشميل الشهير والذي يعود تاريخه إلى ألفي عام في مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا والمدرجة على لائحة التراث العالمي إلى ذلك أكد المدير العام للأثار والمتاحف السورية الخبر قائلا أن التنظيم فخخ بكمية كبيرة من المتفجرات معبد بعلشميل قبل أن يفجره مضيفا أنه تم تدمير المعبد بشكل كبير من الفواكه الغنية بالألياف والتي تحافظ على الجهاز الهضمي الموز والمعروف علميا أنه ينظم عملية الهضم وإخراج الفضلات من البطن ويعتبر كذلك مكافحا طبيعيا للخلايا السرطانية فوائد أكثر نتعرف عليها في التقرير التالي يعد الموز من الفواكه الغنية بالألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي فهي تساعد الغذاء على الانتقال بسلاسة عبر قنوات الجهاز الهضمي وينتج عن ذلك تنظيم عملية الهضم وإخراج الفضلات لدى الإنسان ومن المميزات الإضافية لتلك الألياف أنها تعمل على تلطيف أعراض حرقة المعدة لا يعمل الموز على مكافحة الخلايا السرطانية فحسب وإنما يساعد أيضا في الحماية من قرحة المعدة فالمركبات الموجودة في الموز تعمل على إنشاء طبقة سميكة من حامض الهيدروكلوريك المكون الرئيسي للعصارة الهضمية الذي يشكل حاجزا وقائيا للمعدة كما يحتوي الموز على إنزيمات مثبتة لأنواع معينة من البكتيريا التي تتسبب بتشكل التقرحات ويحتوي الموز على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويحافظ على عمل القلب ويسهم بالحفاظ على صحة العظام وحمايتها من الإصابة بها شاشة العظم عند التقدم في السن استقرار إشغالات العقارات تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل من جليد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية أغلقت سوق الكويت لأوراق المالية تدولاتها على انخفاض في مؤشراتها الثلاثة حيث أنهى المؤشر الوزني تعملاته متراجعا بخمس نقاط نحو نصف العشر من النقطة في حين اختتم السعري تدولاتها بثلاث وتسعين نقطة وثمانية أعشر النقطة أما كويت خمسة عشر فقد اختتم تعملاته متراجعا بأربع عشرة نقطة وستة أعشر النقطة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو ثلاثة وعشرين مليون وثلاثمائة ألف دينار بيت التمويل الكويتي بيتوكي قال أن العائد على العقارات الاستثمارية في الكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي يتراوح ما بين ستة واثنين بالمئة وسبعة وخمسة بالمئة وأضاف في تقريرها الاقتصادي الصادر أن نسبة اشغال العقارات خلال النصف الأول من العام الجاري استقرت عن معدلاتها السابقة ما بين تسعين وستة وتسعين بالمئة وأضح أن العقارات الاستثمارية خلال الربع الثاني من العام الحالي في منطقة العاصمة سجلت عائدا بلغت نسبته ستة وخمس وخمسين بالمئة المبارزة تقفى نصف ذهبيتين جديدتين التفاصيل في الصبح الرياضية ولكن بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم بالأخبار الرياضية يواجه فريق القادسية يوم غد ثلاثاء نظيره الجيش السوري في ذهاب ربع نهائي لبطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على استاد نادي الكويت الرياضي ويسعى الأصفر حامل لقب النسخة الماضية لحسم لقاء الذهاب بعد اكتمال صفوفه بعودة لعبيه المنضمينة للمنتخب ويعتمد بشكل كبير على لعبه بدر المطوع إلى جانب تدعيم الفريق بمحترفين جدد وهما الكنغولي دوريس والغيني سيدوبا يذكر أن لقاء الإياب سيكون في الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل في الكويت أضاف لاعب منتخب الكويت ميداليتين ذهبيتين جديدتين ضمن منافسات البطولة العربية للمبارزة لفئة الشباب المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان وأحرز اللاعب حسن الفودري ذهبية فردي الإيبه بعد تغلبها على مواطنه عبد الرحمن العلي فيما تمكن الأخير من الحصول على فضية المسابقة بعد تغلبه على منافسه السعودي عبدالله الدوسري كما حصل اللاعب يوسف الشملان على ذهبية فردي السابر بعد فوزه على منافسه السعودي أحمد لقريحي وأشاد كابتن منتخب الكويت علي فاضل بالأداء المميز للعب المنتخب مشيرا إلى استفادة المنتخب من المعسكر الذي أقامه في ألمانيا قبل المشاركة بالبطولة وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر ات الراي ميديا جروب وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة